في حديث لصحيفة العرب الجديد الصادرة في لندن قال مبعوث الأمم المتحدة لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد إن الأطراف اليمنية تتعامل بإيجابية مع طرح سيقدمه خلال المفاوضات المقررة منتصف الشهر الحالي في جينيب يسند على استدعاء مراقبين مدنيين لوقف إطلاق النار بإشراف الأمم المتحدة ويوكد المبعوث الأممي في حديثه المطول الذي سينشر في عدد الصحيف غدا يوكد استعداد الأطراف اليمنية للحوار المباشر وجها لوجه في الجولة المقبلة المقررة بعد أيام وعرب ولد الشيخ عن ثقاته باحتمال التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق صراح الأسرة كبوادر لبناء الثقة قبل بدء المفاوضات